وعلن مدير عام الجوزات لو اسليمان اليحيى دخول 1340 حاجا قطريا إلى المملكة مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لهم لا بالحجاج الاخوة القطرين طبعا احنا لا نخصص يعني كل الاشقاء مماثلين لبعضهم كل الاشقاء يعني نعامل الحجاج كحجاج لا نفرق بين جنسية واخرى ولكن بصفة اكسألت عن هذه الجنسية يعني جنسية معينة انا جاوبك يعني نحن طبعا تجاوز 1340 حاجا حتى الساعة 12 بالنسبة للاخوة الاشقاء القطريين وهم مرحب بهم الآن او بعد حتى يعني ينتهي الحج